الظروف الاقتصادية السيئة في إيران أدت إلى الاحتجاج والتظاهر في مدن عدة هذه الاحتجاجات دفعت بالمرشد علي خامنع إلى أن يطلب من الحرس الثوري كف يده عن الاقتصاد موقف خامنع الذي وصف ببالون الاختبار جاء بالتنسيق مع الرئيس حسن روحاني الذي يطمح لإعادة مؤسسات الدولة إلى إدارة الحكومة الحرس الثوري ليس واضحا بعد إن كان سيوافق على مقترح خامنع أو سيرفضه هو الذي يسيطر على ثلث الاقتصاد الإيراني ومنه يمول ميليشياته حول العالم وزير الدفاع أمير حاتم نقل كلام خامنع لكنه بدل أن يتحدث عن إصلاح الاقتصاد عاد إلى الحديث عن إنتاج الصواريخ الباليستية حاتم اتهم دولا بمحاولة إضعاف قدرات إيران الباليستية وتوعد بتعزيز الحرب الإلكترونية وقدرة الصواريخ التدميرية عمر حرقوس العربية